مرحبا وأهل وسهلا في برج الحمل اليوم عنا توقعات برج الحمل بالنسبة للدراسة والعمل والعاطفة في عندك طاقة انتظار انتظار شخص أو أمر معين أنه يتم إلك فترة طويلة عم تستنى في أول الشهر بشوفك عم تنتظر يعني على أحر من الجمر بس فيما بعد حتبين عندك بوادر اللي هي ممكن تبشرك في الحصول على هذا الاشي ممكن ما تحصل عليه في أول الشهر خلينا ناخد من هذا عم بشوفك عم تتخذ قرار بعد فترة طويلة وانت آلاء آلاء فمطلوب كان منك ديدلاين مثلا أو يعني انك خلص تاخد هذا القرار في هاي الفترة عم بشوفك انك عم تاخده بناء على أشياء أو أمور تكشفت لك ما كانت في الفترة الماضية ما كانت عندك إياها موجودة هاي الأسرار أو التفاصيل بناء على هذا الاشي راح تتخذ القرار وانا شايفيته قرار إيجابي عم بشوف طاقة الأبراج ممكن تكون اللي عم تتعامل معك هذا الشهر أبراج نارية أبراج ترابية في طاقة برج التور أو العذراء أكتر إشي مبينة في الورق في أسد شايفيتك عم تكسر حواجز معينة كانت حواليك كنت أنت تخلقها أو المحيطين حواليك عم يخلقوها حواليك مخنوق يعني أول الشهر عم بتكون مخنوق أو الشهر الماضي كان في إشي خانق كان في أو متخانق مع مثلا حدا المهم هاي الحواجز عم بتحاول أنت بإيدك أنه تكسرها وعم بتكون قادر من بعد فترة اللي هي عدم ثقة بالنفس أو يمكن ما عندك كانت هاي الجرأة هلأ عم بشوف فرصة حلوة عشان يعني تتحرر من هاي المغخاوف اللي كانت عندك ومن المشاكل ويمكن تتخلص من أشخاص معينين كانوا واقفين يعني قدامك كانوا دايما عم إما بحطولك معنوياتك أو إنهم كانوا يحاولوا الحصول على شيء أنت بتملكه كانوا ينافسوك على شيء معين إما في العمل أو في الحياة العاطفية ممكن يكون لكن عم تحصل على هذا الإشي في النهاية من بعد صبر أو ألم عم بشوفك يعني عم تحصل عليه بعد تعب يعني مش اللي هو حظك ضارب كان فيها ألا كنت تعب علشان توصل هذا الإشي وعم توصله عم بشوفك آخر الشهر أو من نص الشهر لآخره عم بشوفك بالطل يعني في عم بتكون متوازن عم بتكون يعني يمكن في شغلات رح يصير في الحياة العاطفية أكتر إيش مبين عندي في الحياة العاطفية في شغلة ممكن تكون حلوة كنت تستناها خلال الشهر الماضي أو الفترة الماضية كنت تستنى إلى كمان عم كتير عم تستنى الحمل كانت عنده طاقة انتظار فضيعة كان يستنى شغلات كتير هلأ عم بشوف بوادر خير عم بشوف يعني في أشياء عم تسير من اللي أنت كنت حاببها عم بشوف عند الأزواج مشاكل يمكن تتعلق بطرف الثالث أو اللي هم الأهل أهل الزوج عم بتحاول إنك تسيطر على الزوج لكن أنا عم بشوف إنه الحبيب أو الزوج لأ عم يكون شوي مع الطرف الآخر ضدك أو عم بمسلا عم بجاكراك عم بيبعد شوي يقرب شوي فعم بشوفك بتربح على هدول الناس أو على هذا الطرف في الأسبوع الثاني مثلا ممكن عم بشوف طاقة اعتذار في شخص أو مجموعة من الأشخاص لا هو شخص واحد أكتر إشي على الأغلب ممكن يكون عم بيجي ورافع الراية مثلا أو عم بتكون الأمور معا مش زي ما بده هو فعم بيشوفك أنت على حق يعني وأكتر إشي مبين في هذا الكرت أنه أنت عم تربح مثلا شغلة أو عم تربح على شخص عم تنتصر في شغلة معينة كانت مسببت لك أرق في هذا الموضوع في هذا مبين في كمان عم بشوف محكمة أو أنت عم بتوقع على شي على وراء على عقد معين ممكن إلو علاقة بالعمل أو حتى بالحياة العاطفية مش عارفة أكتر إشي مبين عندي أنه أنت راح توقف توقع على وراك وأنت راضي ومقتنع في طاقة هوائية كمان أنسيت أحكيها في بداية الفيديو إذن في عنا طاقة هوائية يعني عم تكون كتير بالوراء بأكتر من ورقتين هاي الثلاث وراءات أربع وراءات في كتير كمان طاقة هوائية عم بتكون في الأوراق عم بشوفك كأنه عم تطلع من الأوهام أو أنه في شخص كان يوهمك في موضوع معين عم تكشفه عم بتحطه على مفترق طرق يعني أنت تطلب منه ياخد قرار معين بصرامة يعني عم تكون أنت كتير خلاص بدك الأمور تتغير مليت كتير من الأشياء اللي كانت موجودة بينك وبين هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في الشغل ممكن يكون في الزواج في العطفة مبين عندي أنك راح تملك شجاعة على اختراق مثلا مشروع فكرة كانت عندك إياها وهلأ صار وقت أنه بتحس أنه خلاص صار هذا الوقت لحتى تطلع هذا الإشي من جواتك وكأنه مشروع أو مثلاً له علاقة بالأبداع يعني في عندك هواية مثلاً بدك تطلعها على أرض الواقع أو تكسب من وراها دخل معين عم بشوف فيه أشخاص عم يكونوا متربصين في أكتر إشي مبين أنه ممكن يكونوا أقارب أو أشخاص متقاربين مكاتبهم عند مكتبك مثلاً إذا كان في الشغل وعم تمتهي هاي الأمور على خير مبين أنه فيه مصالحة لأنه حكيت من قبل في الورق اللي قبل أنه فيه اعتذار من شخص معين أو مجموعة من الاعتذارات اللي عم بتكون من أشخاص زعلت معاهم أشخاص قدمين كمان شو عم نشوف بالورق عم نشوف عم تتسرع في موضوع أو في أخذ قرار عم تتسرع فيه وتكون مثلاً مندفع في هذا القرار فأنا بنصحك لا تدرس هاي الأمور لأنه عجلت الحظ ما حتكون معك كتير لدرجة أنه تكون محظوظ في الأمور كلها والأمور كلها تمشي بسهولة لا هذا الشهر خاصة أوله أو أول أسبوعين حيكون فيه عندك اللي هو انتظار وعم تاخد قرارات يمكن ما تكون صحيحة نتيجة عن الاندفاع أو الملل اللي عم بيكون عندك بالنسبة للأشخاص اللي عم يدرسوا عم بشوفهم كتير عم بيثابروا وزي ما حكيت أنا برج الحمل هاي الفترة ما عم تكون معاه الحظ بشكل كبير لذلك يعني بنصحكم إنه كتير تديروا بالكم على موضوع الدراسة لأنه على حسب ما بتدرسوا هذا الشهر على حسب ما حتحصلوا عليه لأنه ما فيه يعني ناس بيساعدكم بهذا الموضوع أو ما فيه إنتلو حالكم عم بتحققوا نجاح في هذا الموضوع بالنسبة للشغل كمان أمبين عندي اللي هو الاستعانة بشخص ممكن يكون أكبر منك في العمل في واسطة في موضوع معين عم تطلب من هذا الشخص وهذا الشخص على فكرة يعني بشرته مثلا مش بيضة عم يكون حنطاوي أو أسمر شوي هذا الشخص عم تطلب منه طلب وعمل بيلكية لذلك عم بتحس حالك في الشغل عم بتحقق تقدم عم بشوف فيه ما فيه اللي هو تغيير مكان لا فيه فيه تغيير معين في شخصيتك أنت عم تشتغل عليه إليك فترة وهلأ عم بتحس أنه صار الوقت إذن بشكل عام الحمل من بعد انتظار طويل وملل من الأشخاص اللي حوليه أو ملل من شخص معين عم يستنى عم يستنى ما فيه شيء عم يلوح بالأفق لذلك عم يتخذ قرارات كتيرة في هذا الشهر وأغلب هاي القرارات عم بتكون في صالحه عم تتعامل مع المال هاي الفترة بحذر شديد وكعينك على حافة الإفلاس بس أنا بضمنك أنه الأمور يعني المادية رح تكون تمامية يعني ما فيه مشاكل على الوضع المادي خلال هذا الشهر بس عم بشوفك يعني بتصرف بتشتري أشياء كتير أو سيارة يمكن عم بتفكر أنك تغير سيارتك أو تشتري سيارة عم تصمد فلوس أو عم تاخد قرد ممكن هذا يكون هو الورق اللي عم بتوقع عليه اللي هو شراء سيارة أو شراء ممتلك يعني واحدة من الممتلكات اللي عم بتفكر فيها إلك فترة الشهر تموز رح يكون اللي هو يوليو رح يكون يعني قرارات كبيرة عم تاخدها واللي حواليك كمان عم ياخدوا خطوات اللي يتقربوا منك عم بتكون محبوب هاي الشهر خلينا نشوف النسبة للعاطفة خلينا أنا خلطت الورق في بعضه خلينا نشوف العاطفة نحاول نفصل فيها أكتر برج الحمل تعب كتير وأنا شاهدة على هذا الإشي يعني حتى القراءات الخاصة عم بتكون شوي فيها تعب كانت الفترة الماضية حتى الشهر الماضي لما قرأنا توقعات كمان كان فيه طاقة اللي هي سلبية أو ما كانت إيجابية يعني مية بالمية كان فيه كتير سلبيات في الفترة الماضية ورقتين مع بعض نزله رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي أن ننزل توقعات اللي هي أسبوعية أو لأسبوعين على الأقل عم بتكون أكتر تفصيلية لأن الطاقات بتختلف من وقت للتاني عم بشوف للمرتبطين أو للمتزوجين في شوية مشاكل في شوية مشاكل بتلوح بالأفق وأغلبها أنت بتكون السبب فيها يعني عم بتكون متوتر شوي هذا الشهر بتحاول إنه تتحرر من وضع معين عم تلعب المادة إشي أساسي في علاقتك العاطفية إن كانت زواج أو أنت إنسان مرتبط عم يكون الوضع تمام زي ما بنشوف هون لكن فيه زي ما قلتلك فيه قبل طلعت معاي ورقة وهي الورقة التانية كمان إنه عم بيكون فيه أوهام أو عم بيوهمك الطرف الآخر في موضوع معين أو عم يوعدك وهو جواته فيه فيه مخططات تانية فعم بشوف إنك كاشفه يعني بس فيه نوع من السعادة في الموضوع آخر الشهر بالنسبة للمرتبطين المتزوجين بالأخص عندهم مشاكل من ناحية ممكن أهلك أنت أو أهل هو ممكن تكون أخت الزوج أو الحبيب أو أخو مثلا ممكن يكون يلعب دور كتير خلال هاي الفترة أو الفترة اللي مضت وإنت بتكون على زعل مع هذا الشخص اللي عم يتدخل فيه على قطكم بس رح تنتهي على خير وبفرح وبسعادة إن شاء الله فيه وكأنه عم تجتمع مع أشخاص بتحبهم عم تكونوا مختلفين عم تكونوا مختلفين في الثقافة أو في اللغة أو يمكن حتى في الدين عم تكونوا بعاد من فترة مثلا ولتأيتوا عم تحتفلوا بهذا الموضوع في خير جاي لك لبرج الحمل في خير جاي بالطريق عم بشوفك مثلا بالليل عم تسترجع ذكريات معينة أو عم بتفكر بحبيبي يعني قديم مش قديم شوي إله فترة لا قديم كتير يعني اللي هو ممكن يكون الحبك الأول ما عم تفكر بالرجوع لإله ولكن بشوفك كتير بتتذكره أو بتسمع أغاني مثلا علشان تخليك تتذكره هاي الفترة لكن عم بشوف في ناس مغرضين يعني في ناس شررين في الموضوع شخصين ممكن يكونوا واحد منهم ممكن يكون اللي هو عيونه سود شعره أسود لكن أبيضاني في نوع من الشر من الشر داخل هذا الشخص تجاهك عم يطلع عليك من بعيد أنا طبعا عم بحكي إنه بكر أو أنثى ما ما عم بحدد هذا الشخص أو هدول الشخصين عم بيتطلعوا من بعيد وكأنه في نوع من الغيرة أو التجسس في مراقبة إليك كبيرة هذا الشهر يا برج الحمل في ناس عم يستناك على غلطة أو عم يراقبك يمكن في موضوع العلاقة اللي إنت فيها ممكن يكون في حساد في ناس بدهم يبعدوا من مصلحتهم أنه يبعدوا بينك وبين الحبيب فدير بالك من هذا الموضوع عم بشوف خاصة النساء خاصة النساء من برج الحمل عم بشوفهم عم تجيهم هدية ورد مثلا يعني هدية اللي هي القيمة المادية مش كتير لإلها لكن قيمة معنوية كتير كبيرة عم تجيهم هدية أو ممكن يكون خبر لكن فيه غيوم فيه يعني الوضع مش ستيبل إنه مية بالمية فيه فيه تغييرات معينة حواليك عم تسير لكن عندك الوضع عم بيكون مستقر اللي هو ما فيه قرارات كبيرة في موضوع العلاقة طبعا هذا للمرتبطين مش للمنفصلين أو المطلقين هذا عم بيكون للمرتبطين بالنسبة للشخص الأعزب عم بيكون شوي وحيد هاي الفترة وكأنه حابب إنه يكون وحيد عم كمان عم بتعامل مع برج ناري يمكن إعجاب يمكن اللي هو عم تستنى من طرفه بخطوة معينة لكن فيه 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 ورد يا جماعة فيه ورد بالموضوع فشي كتير حلو يعني بالنسبة للمرتبطين خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين اللي عم يستنوا الرجوع إن شاء الله كمان ورقهم يكون حلو من برج الحمل الحبايبي اللي مضوطين كانوا بالفترة الماضية المنفصلين حلو كتير هاي الورقة يعني أنت لابستاج هو لابستاج عم تحتفله بموضوع معين يمكن يكون فيه رجوع خلينا نشوف بقية الورقة بس هاي الورقة كتير إيجابية في الموضوع عم الطرف الثاني عم يدرس الموضوع عم يدرس موضيع مادية عم بيكون معجوق فيه جو مشحون بالمادة المادة عم بتسيطر عليه أو بيحاول جمع مبلغ معين يمكن للارتباط خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية ممكن تكون والله فيه مبين أنه فيه وجود أشخاص آخرين غيرك مع هذا الطرف لكن فيه نوع من الانتصار نوع من الفرح على شخص معين عم بتحس حالك طفل صغير وعم تفرح بهدية يعني هي فرحة الطفل بتكون فرحة صافية ما فيها شوائب فيه شخص بحياتك اللي هو يمكن يكون الشخص اللي أنت منفصل عنه هاي على فكرة الورقة طلعت هاي المرة الثانية ولكن معناها هون ممكن يكون اللي هو راجع لك لكن راجع بنية ممكن تكون فيها نوع من الخباثة عم بشوف أنت بتقدم من عندك أو قدمت فيما سبق تضحيات معينة لكن عم تجيك عم يجيك هذا الشخص لكن لابس درع اللي هو كتير متحصن بيّن عندي فيه خب الموضوع رجع بيّن عندي الورد يمكن كمان للمنفصلين في هدية ممكن تجيهم ممكن يكون ورد أو ما شابه اللي هي هدية رمزية معناها كتير كبير عم بشوفك على عرش معين وأكنك منتصر على بس مش على الطرف الثاني على شخص الثاني لكن إلو بيلعب دور فيه علاقتك مع الشخص بيّن عندي مش العلاقة الثلاثية لا فيه أشخاص عم يدخلوا بينك وبين الحبيب عم تبذل جهد علشان تنتصر عليهم أو تبعدهم عن العلاقة عم تبعد عم بشوف طاقة بعد اللي هو بتحاول تبعد عن هدول الأشخاص السلبيين هذا ممكن يكون في العلاقة العاطفية وممكن كمان في الحياة الاجتماعية عم بشوفك بتبعد عن الأشخاص السلبيين وتفكر أكتر بمصلحتك عم بشوفك متشبث في هذا الشخص وأكنه ما فيه غيره أبدا مع أنه فيه شخص ثاني مبين بالورا لكن عم بشوفك كثير عم بتكون بتغير على الطرف الثاني رغم البعد لكن طاقة الغيرة مازالت موجودة وهي موجودة طبعا عند الطرف الثاني كمان لأنه فيه غيره أو هو شاكك أنه أنت عم تلعب لعبة أو عم تلعب من وراه لكن هذا الإشي مش موجود بالورق يعني نبين أنه فيه صفاء من جهتك لكن عم بيكون قلبك محروء على شخص معين وهذا الشخص يعني سبعين بالمية هو راجع لكن زي ما قلنا نحذر من هاي العلاقة لأنه هو راجع بمنظومة معينة يعني بشكل غير الشكل اللي أنت متوقعه ممكن يكون يطلب طلب معين منك عم تيجي مكالمات لها علاقة بالعاطفة يعني على الرغم من وجود بعض الأوراق السلبية لكن الأغلب عم بيكون فرحة أو خلينا نشوف طاقة الانتصار مرة تانية بيّنت معانا لبرج الحمل كمان شفتها أكثر من مرة فشهر حلو خلينا نحكي بنسبة سبعين بالمية وهذا إشي كويس خلينا نشوف مثلا مصيحة لبرج الحمل نصيحة لبرج الحمل من الطاقة الكونية أو من الكون لأن كل شخص بحاجة لنصيحة معينة برج الحمل الكون عم بيقولك اترك الانعزال يعني هذا معنى الأوراق أنه نترك الانعزال لأنه في فرحة بالطريق نترك العزلة ونحاول أنه نندمج أكتر مع الأشخاص اللي بيحبونا واللي بيردونا الخير ونبعد عن الأشخاص السلبيين لأنه ما عم تستفيد من وراهم إلا الحجن والطاقة السلبية إذن بيحكي لك الوراق أنه فكر بنفسك أكتر فكر بوضعك ما تشغل حالك بالغير ها هي كانت النصيحة بشكل مختصر مختصر